وفي ملف العقوبات تفجر مصدر في وزارة الخزانة الأمريكية قمبلة من العيار الثقيلة تتعلق بشركة كيكاردا التي يرأسها المدام بالفساد بهاء عبدالحسين المصدر ذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على شركة كيكاردا كعقوبات مشابهة فرضتها على شركة فلاي بغداد للطيران عزية ذلك إلى أن الملكة واحدة والجهة الداعمة واحدة وأضاف أن معاقبة شركة كيكاردا يعني توقف صرف رواتب الموظفين وسيكون مصيرهم كمصير ركاب رحلات فلاي بغداد منوها إلى أن بهاء عبدالحسين يمول الجهات محظورة لدى واشنطن مرتبطة عن ارتباط مباشر بحرس الثورة في إيران